أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خالص تقديره لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي الشخصية خلال الأسبوع الماضية لتهيئة الظروف لنجاح اجتماع العقبة بالأردن بين كبار المسؤولين في إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر والأردن والولايات المتحدة وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيكا سوليفان أن الولايات المتحدة ستواصل المشاركة في جميع ومع جميع الأطراف خلال الأسبوع المقبلة بما في ذلك خلال اجتماع المتابعة في مارس المقبل بشارم الشيخ كما أشار سوليفان إلى أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه منذ سنوات ونتج عنه بيان العقبة مع التزامات حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بوقف التصعيد ومنع المزيد من العنف